سلام سلام الله عليك أيها الكافر الزندق المشكلة ديالي هي أنه عندي المشاكل لا تنتهي غير كان تنتف تارودانت غير كان حل المشكل وكان بغير نرتاح شوية حتى كان القراصي في مشكل آخر اللي كبر منه هيو أنت تابعك تابعة دي مش مشاكل دي تتسمى التابعة من تتكون عندك شي مشكل وتتحلو وتتطحف مشكل كبر منه تسميوها في المغرب التابعة المشاكل تتكون ديما تقريبا نفس المستوى الدرجة أنه 2019 دوزتها كاملة غير مشاكل وحتى الناس اللي قراب مني قالوا لي بلينتا أنحس إنسان شافوه وصلت للدرجة كان بغي ننعس بالليل وكان قول بللي هات شي مكتاب لي نعيش فيه وجامع غادي نستسلم لهذه الحياة ولكن مرات أخرى كان فقد الأمل وكان بدأ نفكر في الانتحار من هاد الفكرة ما كانت تغلبش عليا وسرعان ما كان حييدها من رأسي وكان زيد نتقوى القوة عندنا ديما خذك تحديم زيان وكانت تقرأ الحروف كاملة خفت أخويا منوصل درجة كبيرة في اليأس وما نوصلش فين والطرافية شي حاجة نفسية شنو تقدر تنصحني وشكرا لك أخي راك نحبك من كل قلبي كان واحد سيدها صديقي كان واحد سيد ترشح لأنه يقول لديه منصب سياسي وفشل خسر وعاود ترشح وخسر وعاود ترشح وخسر وطلقها مع واحد الساطة هي اللي يعني بحال تقول حب من أول نظرة طلقها مع واحد الساطة تجوج بها ماتت ماتت يعني غايت تجوجه ماتت يعني الحب ديال حياته غايت تجوج ماتت بقا ديبريستي معش حالو ومكتائب ناد عوتاني ترشح خسر آه غايت خصو يكون في تارودان ترشح عوتاني خسر تلاقها مع واحد الساطة أخرى تجوج بها ولدت ليه ربعة دراري ثلاثة ماتوا ثلاثة ماتوا عاود ترشح خسر مات ليه تدري الرابع تاو مات عاود ترشح خسر عاود ترشح خسر في الأخير عاود ترشح هو يربح هو أبراهام لينكل تخيل أنه أبراهام لينكل من أوعر مداز في الرؤساء ديال الامريكان يوات السيد كان ممكن يحبس من خسر للمرة الأولى شحال من المرة كانت الحياة تتقول ليه الله ينعال ربايب ربكي لما يحبس ربكي انتشي آمل فات الحياة بالنسبة لك ورغم ذلك كان إن لاимо تطع تهد نحن تخيل تقول له توفق الحياة ستغتصبوا ذلك الحياة وتتعاود وتتغتصبه ستغتصب جماعي وتتتغتصب جماعي تغتصب الحياة فأنت صاحبة مريح عندك تليفون بخير علك عيش معك وتتفكر في المتحر وش مش يحشو معلك رخصك تشوف راسك في المراية تشوف راسك في المراية وتسب هدك السيد اللي تتشوفه انت في المراية سبه قول لي انت عبد انت عبد انت حمار زيدوا زيدوا السبا رأى رأى سهل انك تشوف ما هو سيء في الحياة سهل سهل انك اصحابك انت منحوس قاعد الناس اللي تمروا بتجارب خائبة تقول لك انا منحوس نقدر نقول لك اننا تقريبا قاعد الناس اللي عرفتهم تقولوا على رأسهم هذه القضية اذا نقدرون ستنتجوا ان ربما 90% ولا 95% ديال الناس تقولوا هذه القضية على رأسهم انني منحوس ولا ملعون تقول لك انا كورست انا ملعون ديما توقعوا لي حويج اللي خايبين اذا هات الحويج الخايبين توقعوا للناس كاملين كلنا منحوسين تا انا نقدر نفكر لك في الاشياء اللي خايبه وقعت ليا ونقول لك انا منحوس ما عادي انا رأي منحوس شحال معلاش وقعت ليا انا ما وقعتش لناس اخرين ولكن هذو كلناس رأوا قعوا لي ومعوتاني حويج اخرين فاحنا كلنا منحوسين كلنا توقعوا لنا هذه تتسمى الحياة هذه الحياة الحياة كل ما ليه قبل بالفشل النجاح هو الاستثناء اشتنى النجاح هو الاستثناء الفشل هو القاعدة نحن تنفشلو تنحاولو وتنفشلو وتنحاولو وتنفشلو وبعد المرات تننجحو فركز في النجاح وخاه هو ركز في النجاح اللي هو الاستثناء وخلي عليك القاعدة القاعدة رأي كلنا تنعيشوها اوكي فين وصلنا هذا اي من الكافر هو هذا هذا قال لنا الجنون ولا ما نعرف جاوبنا عليه الاشتراعودو لاترا هذا اخونا ديال تارودانت نو اوكي خويا نو ستيك مساء الخير معاك عبدو من سلا سلا عام رب ديال بالناس سميتو معبدو كل شي سميه عبدالله عبدالإله عبدالواسع عبدالسلام كلهم كلهم كين نفس سلا وكلهم سميتو معبدو وكلهم شمكارتي جريسي سلا هي الإبن غير الشرعي ديال الرباط سلا هي المصران الزايدة فتح شيروك آخر سميه روك المؤمن وباركا من العنصرية مزيان من سبيت ربك راح عندك متابعين مؤمنين آه آسف لك تي مؤمن وترب رب عليك سوري شوية ديال الموازنة الله يخليك دب احنا مصيف تلك هنا وحشمانين تزاحموا مع أخوتنا اللي لاحو الفوطة والله إلا تلع مؤمن آسف على الترب ريب أصحبني كافر بحال نقصة أطلعتي واحد خر مهم أخيرك عزيز أخي أحبك في الإنسانية التي تجمع المؤمن والديني أطلع بوطواني المؤمن والديني والأبيض والأحمر في كوكب واحد أريد أن أستنصحك في أمر خلق لي سراع وزيد سراعا بصفتي كدكتور وأستاذ وكاتب روائي واستشاري نفسي أنا مهبتي الغناء بس لم تتغني يا صاحبي سأجدك تما تخدم مع الغلمان أحبوه حبا جما خصوصا الغناء الروحي والصوفي كان أديهم زيان بكل اعتزاز ليس تواضع لكن عندي إشكال هو أني داخل عالم السياسة وخي الله بديت بغي نمشي فيه بعيد وذات يمكننا ممتيل الأم في البرلمان لا نمتل لبقى لا نمتل نمتلك عن أخر لأننا ذات و 3000 الله أتكلم عليك أن أ증��은 أيضا ف holidays لا ؟ هايقولونك برلمانين شايطي ما في أولو ما تنظر لشأن المغاربة غادي يقولوا مشكل يعني صرتوه أنك تتغني الأغاني الروحية ودك شيفي نوال إشكال آه حقا مغني وسياسي واش سياسك هتمشي بالغناء ويبدأ بنادم يتعقص من كفاءتك سواء الفنية أو الفكرية أو السياسية ولا أنت إلى هؤلاء ولا أنت إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء المهم رك فهمتيني شي ناصحة بنوستيك رحمباك أنا شوف تتبلية ما فيها تشي مشكل والو وانتا يا كبرلماني إلا بغي تغيير رخصك تغيير كذلك الأنماط اللي كان في المجتمع رما شنو هي المشكلة قاعدنا تكون عندنا شي خاف البرلمان عارف شانا شنو العلاقة ديال الهواية ديال واحد الإنسان في البرلمان مادم تؤدي الواجب دياله بشكل صحيح رما ش مهم شنو شنو تدير في الهواية دياله يقدر يكون ميتلي يقدر يكون شيخ يقدر يكون شيخة يقدر يكون الرسام يقدر يكون اللي يبغى هديك خدمته وهديك هواية دياله مادم الغيناء دياله هواية وما تتقصرش من العمل ديالك السياسي فكون ما شئت شوفوا صحبي السياسيين بالراكي ديرين كل واحد تتلقى عنده هواية تتلقى واحد تصوار واحد تدير واحد تصوار طرف الخبز كل واحد تشتدير ماشي المثلية هواية تنتو مع صحبي شحل تتشدو في السفيف تتخليوا الموفيد وتتبقى وشتدين في السفيف واش قلنا المثلية هواية ورقشي تيام الهواية صحبي بغدير الندى بعمر فقوي ففوالا هذا ما كان صديقي فما تنظر انها مشكلة ليسر أمور شكرا شكرا شكرا